أجلت لكم أحد السيد اللي كرجع لي الفضل الكثير باش أنه ولو برامج الطبخ في المغرب في صورتهم الحالية والعصرية والجميلة والديكنتراكتة وتنقولوا اللي بغينا بالدارجة فرنسية اللي بغينا برقاش برقاش الله أحبك يا سي برقاش استحقتي الرحمة في هذه الليلة إذن عبد الرحيم برقاش هو السيد اللي غدي نتكلم لكم عليه اليوم إذن السيد هذا خلق البصمة ديالتو في بزاف دي العواليم عواليم الصحفة عواليم الإنتاج وعواليم التمثيل كذلك والطبخ والبحث في العقاست خلومي موكان هاد السيد هذا كان أي حاجة كيديرها كيديرها بصدق وبإخلاص وكان عنده واحد القبول خاص بحضر الله من لك أنت كتشوه في تلفازن مستحيل تبطل القناة الله يرحمه إذن هاد السيد كان متقن للغتين العربية كما الفرنسية بطلاقة كبيرة جدا وكتب كتب على الطبخ المغربي ممثل أكثر من مقنع شكون فينا ما كيعقلش على برنامج طبخ واليمة شكون فينا ما كيعقلش على قطار الحياة شكون فينا ما عقلش على الدور ديالو في الماشياموشي إذن بزاف ديال الأفلام و بزاف ديالليز أفاريسيان اللي كان فيهم بالإضافة للدهور اللي كان لف مختلف الصهارات فاش كانوا كيبغيو يتكلموا على الغاسترونومي ماروكين على أوصولها ونبقى عقل على النهار اللي كان واحد لو شاف تيهدرليهم على نناكلوه نحيدو الشحمان نحيدوه أنا جدا جدا وقال ليهم إذن أسفظي مننام مادة السيد من مواليد 5 أكتوبر سنة 244 وتوفى في 5 ديسمبر سنة 2007 في مدينة الدربدة هو ابن عائلة بوريسكية هذا كشعلش كنشوف الملامح يعني جايبة شوية للأوروبية. من بعد الباكالورية دار واحد للباكور اللي مرموق جداً. غادي تبا دراساتو بتابعة الحال في الانستيطو دو كوپيراسون ماروكو-المان فريديريك نومان والتي تسمى لاحقاً بمركز تكوين صحفيين بالربات. غادي يمشي من بعد لباكي فين غادي يكمل الدراسات ديالو تكوين ديالو الصحفي في باريس في واحد الانستيطو اللي كي پورت لميم نان ديال باري. غادي يشارك في عدد كبير من المقالات الصحفية في دي سوپور اللي دابا كنسمعهم محنا مرموقين بحال الماند لبراسشان، بسيكولوجي لا ديباش دو تولون كان هاد سيد هادا مساهماتو كانت كتيرا كتيرا في الصحافة الفرنسية كدالي قبل ما توصلنا احنا يوصلنا عبد الرحيم برغاش بصيغته العربية والمفرنسة في المغرب. إذن بالموازات كان كيششغل كمراسل لوكالات المغرب العربي للأنباء ثم غادي بقى يتدرج من مراسل غادي يقول لي رئيس للتحرير في مكتب الدار البيضاء ما بين 77 حتى الـ 86 حتى الـ دميل هي الوقيتة اللي استعفها النجم ديال ديال عبد الرحيم برغاش طيلة للمدة ديال اشتغاله الصحفي فكان المقالات ديالوما كانت بعيدة كل البعد على السطحية كيكون عفة ديفير البلدان كيدخلو فيه عدد كبير من المنظمات المرموقة جداً بحل الانستيتيو ميديترانيان الكوميسيون أوروبيان الموفمان سلو فود وكذلك الانترناسيون الانستيتيوت فود اندوين في الاتازوني ويكين معال شوغتش كانت النقطة تتحول من صحافة لكي تسمع لغاسترونومي انا اقول لك علاج هذا الانسان كان مولوع بهذا الشيء كامل من البداية ديالو دكار كان مخص غر كان يعطي لكل حاجة وقتها ولكن نحن ملي عرفنا عرفنا هذا الميلانج